السلام عليكم ونجحس كده كل التوابل بتاعتنا من بدري زي ما احنا عارفين رمضان قرب كل سنة وانتو طيبين فطبعا بيكون رمضان كل عزمات واكلات مختلفة ومتنوعة فعلشان تحصلي على اكلة ممتازة بنكهة حلوة لازم ان تكون التوابل بتاعتك كمان ممتازة جدا هنقول مع بعض التوابل الجهزة وكمان التوابل الاساسية في كل وجبة وبطحنها انا بنفسي في البيت طريق الطحنها الصحيحة لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو وكمان حابة انوه عن حاجة ان شاء الله وانت بتجيبي تجهيزات رمضان جاريت متجيبيش التوابل بكميات كبيرة قوي وتعملي ازمة في الميزانية التوابل بتاعتك علشان تكون حلوة لما بتقعد وقت كبير في البيت او في التلاجة فبتفقد نكهتها لاني طبعا دي كلها حاجات عطرية فبتفقد النكهة بتاعتها وما بتكونش حلوة قوي زي ما بتكون جاية فرش وطازة فياريت متجيبيش كميات كبيرة قوي وتعملي ازمة في الميزانية وكمان صدقيني مش هتكون حلوة لما بتقعد فترة كبيرة في البيت تمام هبدأ معاكو على بركة الله دلوقتي هبدأ اوريكو كده الفرق بين الكركم والكاري الكركم لونه فاتح قوي كده وده الكاري لو بتطلخبطي في التوابل بتاعتك حطي على علب التوابل استيكر تمام الكركم والكاري مهمين جدا ومفيدين جدا بينفعه في تدبيلات الفراخ واللحمة والرز المبهر وحاجات كتير كمان معايا الارفة البودر والارفة العيدان ومهمين جدا في التدبيلات كلها دلوقتي معايا البابريكا اللي هي الفلفل الحلو ومعايا الفلفل الحار اللي هو الشطة انا جايباها شطة اصواني يعني اقل كمية منها بتديني نتيجة تمام وكمان بنجيب السبع بهرات ما بنستغناش عنها على فكرة انا وانا بجيب انا جايبة من شركة عطارة مميزة وحاجتها موصوق فيها فكل حاجة انا شريها عليها الاسم بتاع تمام ودي هنا معايا بهرات الكابسة تمام بجيبها جهزة معايا كده ده الحبهان البودر يا جماعة الحبهان البودر بيكون سعره غالي جدا هو اصلا الحبهان العادي الكيلو بتاعه بيعدد 800 جنيه تمام فانا بجيب منه كمية بسيطة هو يعني هي السعر كان غالي فالكمية جات قليلة بس المهم ان احنا اصلا مش بنقطر منه في التوابل بس مهم جدا في تدبيلات اللحمة المفرومة وتدبيلات الفراخ وكمان بيكون معايا طبعا الحبهان الحصى وده مهم جدا لاي نوع شربة والحوم وفراخ وكده يعني احنا بنشتغلها مع بعض وكمان معايا اللوري مهمين جدا زي ما قلنا لما بنكون بنسلق فراخ لحمة بط وزة حمام اي حاجة وكمان جبت اللومي اللومي والاعدان القرفة والاوري مهمين جدا في عمايل الرز المبهر واكلات كتير ما بنستغناش عنهم طبعا كده كل التوابل الجهزة اللي انا بشتريها جهزة تمام ده البصل البودر اللي انا عملته معاكو بنكهة وكمان بطريقة مميزة نكهته ممتازة جدا يا جماعة البصل البودر ده اقل كمية منه هتديكي فرق كبير في الطعم والريحة يعني يفضل ان في حاجات بنعملها في البيت بنفسنا في اخر السنة كده اما ده الفلفل الاسمر انا بجيبه وبشيل اي شوائب فيه مختلفة وببدأ ان انا احمصه واطحنه في البيت وهنجهزه معاكو دلوقتي يعني دي من التوابل اللي انا بعملها دايما في البيت كل شهر كده بعمل التوابل الاساسية اللي هو الفلفل الاسمر والكمون والكسبر التلاتة دول اساسيين طبعا معايا في اي طبخة لازم ان يكونوا موجودين عندي وعموما انا كل شهر لما بجيب التوابل الاساسية دي بحمصها وبطحنها في البيت مش باشتريها خالص من برا وصدقوني هتفرق معاكو كتير في نكهتهم وريحتهم وكمان توفير كبير جدا يعني الكميات دي بجيبها بالتومني كيلو او بالربع كيلو ما بتكونش غالية خالص بيبقى في حاجات في حدود من عشرة لعشرين وفي حاجات في حدود من خمسة لعشرة الكسبر الاشفة دي بتكون رخيصة جدا وبتديكي كمية كبيرة هي والكمون الفلفل الاسمر بيكون غالي شوي يعني الحاجات دي وهي البصل البودر والتم البودر هعملوا معاكو ان شاء الله في فيديو قريب كل التوابل دي انا بجهزها في البيت بنفسي اما التوابل التانية دي طبعا باشتريها جهزة والفلفل الشطة دي استحالة طبعا اجهزها في البيت لانها بتكون حامية جدا ما اقدرش صراحة اعملها في البيت يعني وردتكو دلوقتي التوابل الجهزة اللي بجيبها جهزة والتوابل اللي انا بعملها في البيت طبعا بعمل القيمة بتاعتي كده بكل حاجة انا بحتاجها دلوقتي انا ما جيبتش حاجة جهزة خالص إلا توابل الكبسة تمام؟ وممكن أن أنت تستغني عنها ما تجيبهاش جهزة وتعمليها من المكونات اللي معنا دي كلها من الإرفة والبابريكا والكركم والكاري والحبهان تمام؟ وكل التوابل بتاعت دي تمام كده؟ أي تدبيلة سمك بتدبيلها من التوابل اللي معايا أي تدبيلة فراخ من التوابل الجهزة معايا أي تدبيلة لحوم كفتة أي حاجة أي تدبيلة لتجهزات رمضان والأكلات بتاعتي بتدبيلها من كل الأنواع اللي أنا عرضتها معاك ودلوقتي تمام؟ وبتكون حلوة دلوقتي بجيب معايا طاصة على النار علشان نبدأ نحمص مع بعض التوابل بتاعتنا طريقة التحميس الصحيحة والطحن هتديك نتيجة نعمة جدا هتشوفي معايا دلوقتي النتيجة هتنبهري بها بجد شوفي بقها تكون كمية كبيرة يعني أوفر من لبرة وحاجة انت عاملها في البيت بنظافة وأمان صدقوني التوفير في الموضوع هنا دلوقتي ان انت تحمصي الفلفل الأسمر والكمون والكسبرة فرق كبير جدا انت هتلاحظيه بنفسك لما تكوني جايبك كمية بتاعت دي بعشرة جنيه مثلا الفلفل الأسمر ده وتعمليه في البيت وتقارنيه لو جبتي بعشرة جنيه مطحون من عند العطار صدقيني الفرق كبير جدا قولي الضعف وأكتر طريقة التحميص ان التصة بتاعتي بتكون دافية ما فيهاش ولا نقطة مية تماما نشفة تماما ولازم ان النار بتاعتي تكون هادية هو هياخد وقت معاك شوية في التحميص والفلفل الأسمر بس خصوصا اللي بيجيب شوية انما الكسبرة والكمون بتحمصوا بسرعة ما بياخدوش وقت بس انت بتحصلي على حاجة نظيفة وكمان نكهة مميزة دلوقتي انا ببدأ احمص الفلفل الأسمر لازما مع استمرارية التقليب يا جماعة علشان تكون كل حباية فلفل الأسمر متوزع عليها الحرارة من كل جهة تمام وكمان مفيش جهة تاخد درجة حرارة نار زيادة عن التانية ويكون طعمها مش حالو لان طبعا هي لو النار كانت زيادة عليها قوي هيكون طعمها متغير مش حالو فهفضل احمص فيها كده قلتلك زي ما قلتلك الفلفل الأسمر خصوصا هو اللي هياخد وقت شوية فبنبدأ به علشان كمان لما بسيبه يبرد بياخد وقت كمان وهو بيبرد فهبدأ به هو اول حاجة طول ما انت ايدك مستحملة الحرارة على حبات الفلفل الأسمر كده يبقى لسه شوية على التحميس بتاعه ما تحمصش تماما تمام واخد بالك كده على نار هادية وببدأ ان انا اقلب فيه او هشوح فيه بالطريقة دي واخديني نتبالكو النار معاي عاملة ازاي ببدأ دلوقتي امسك كده كم حبايا فخلاص كده بيكون تمام اتحمص لما ايدي وكمان هو تلاقي ريحته طلعت وكمان هتحسي اني صوته في الطاصة اتغير عن ما انت كنت حتى دلوقتي بفضيه في الطبق بتاعي وبسيبه يبرد شوية اوعي تتحني التوابل وهي لسه سخنة قوي كده صدقوني هيكون طعمها مش حلوة قوي وكمان وهي بتطحن وهي سخنة هتحسيها كأنها بقت عجينة في المطحنة تمام هسيب الفلفل لسمر هفرده كده وهسيبه يبرد شوية يعني هنعمل خطوات مترتبة مع بعض اول حاجة بدأت احمصها هي اول حاجة هبدأ اطحنه هسيبه كده على مبدأ احمص الكمون مش هياخد مني وقت خالص الكمون في التحميس طبعا التواسة بتكون سخنة معايا بقلبه كده تمام بالزبط خمس دقائق وبيكون جاهز معاكي وزي ما اتفقنا هتحسي ان صوته وحركته في التواسة اتغيرت بقت محمصة كده ومخرفشة زيادة هتيجي تحط ايدك عليه هتلاقي ايدك مستحملة الحرارة بتاعته وكمان هتلاقي نكهة بتاعته وريحته طلعت كده وكانت حالة هبدأ افضي الكمون كمان في الطبق بعد ما اتحمص تمام وهبدأ ان انا افرده كده في الطبق علشان يبرد شوية على ما احمص الكسبرة تمام خطواتنا مع بعض كده واحدة واحدة دلوقتي هبدأ انزل بالكسبرة وحمصها مش هتاخد وقت خالص حبات الكسبرة ضعيفة كده وخفيفة فمش هتاخد وقت في التحميص هسيب الكمون يبردهو كمان وهي الفلفل الاسمر وزي ما تحنناهم ورا بعد كده بالترتيب حمصناهم هبدأ اطحنهم برضو بالترتيب اول حاجة بدأت بتحميصها هي اول حاجة هبدأ بتحنهم تمام كمان الكسبرة مش هتاخد مني خمس دقايق خمس دقايق بالضبط وهتكون نكهتها طلعت والزيوت بتاعتها كده صراحة المطبخ بتكون ريحته حلوة قوي وانا بجهز التوابل دي بمسك كده الكسبرة بتاعتي بحس ان هي خلاصة حمصت في ايدي كده درجة حرارتها مش عالية قوي ان هي تلسعني ولا حاجة وكمان في نفس الوقت مش بردة جدا دلوقتي خلصت التوابل بتاعتي تحميص اول حاجة حمصتها هي اول حاجة هبدأ اطحن في مطحنة البيت العادية جدا بتاعت الخلاط هبدأ دلوقتي اطحن الفلفل الاصمر بتاعي وهتشوفوا معي النتيجة دلوقتي بجدها تنبهروا بيها بس اهم حاجة بحط كده زر بسيطة جدا يعني في حدود الربع معلقة من الملح على التوابل بتاعتي اللي هحمصها تمام هشغل عليها المطحنة لمدة تلات دقايق بس طبعا منفصلين عن بعض يعني اشغل وافصل واشغل وافصل وهكذا لحد ما تديني النتيجة دي ياريت تكون النتيجة واخدين بالكم منها الفلفل الاصمر لونه طحفة تمام ما علهوش اي اضافات يا جماعة جميل جدا لما باجي اشتريه من عند العطار منبرة بيكون لونه فاتح شوية ليه مش عارف كمان انا كان عندي قبل كده مطحون من عند العطار وحاولت اقارن بين النص معلقة من اللي انا عاملها دا معلقة كبيرة من اللي انا شريع الفرق في الطعم رهيب يعني النص معلقة من دا احسن بكتير من اللي انا اشتريته وحطيت منه كمية كبيرة الطعم التاع اللي انا مجهزة في البيت دا اقوى وافضل بكتير كده انا خلصت تحن الفلفل الاصمر كمان طحنت الكمون بنفس الطريقة بحط كمية في المطحونة وعليها ربع معلقة صغيرة من الملح وببدأ اطحن كمان هبدأ دلوقتي كمان اطحن الكسبرة شايفين لونها ودرجة النعومة بتاعتها نعمة جدا ازاي وهي والكمون ومش هتاخد منك وقت خالص يعني التلات توابل دول خدوا مني ربع ساعة تحميص وطحن بس شايفين اللون اللي نكهة والريحة تحف جدا كمان حد بقول زي ما ما تحناش الحاجة وهي سخنة قوي علشان راحتها ما تتغيرش وكمان ما تكونش مع الجنة في المطحونة مش لازما كمان نعبيها في البطرمانات بتاعتها وهي سخنة أو يعني بستنى عليهم لما يبردوا شوية وبعدين بحتفظ فيهم بتكون البطرمانات بتاعتي نشفة ما فيهاش اي نقطة مية وكمان ما تكونش مكان توابل تانية يعني برطمان الفلفل الاسمر يريد يفضل هو برطمان الفلفل الاسمر وكل نوع من التوابل يفضل نفس البرطمان بتاعه علشان النكهات ما تختلطش ببعضها تمام كده دلوقتي بقى ببدأ اجيب التوابل بتاعتي واعبيها في البطرمانات بتاعتها كل نوع توابل كده بحطه في البطرمان بتاعته وزي ما قلتلك اذا بتتلخبطي في الالوان او النكهات ممكن تجيبي استيكر وتلزقيه على كل برطمان اسم لنوع التوابل بتاعته او بتجيبي اي ورقة كده وتسبتيها بتكتبي عليها بإيدي كنتي وتسبتيها ببلوستر مثلا التوابل اللي بكميات كبيرة بحطها في برطمانات كبيرة شوية والتوابل اللي بكميات بسيطة بحطها في برطمانات صغيرة شوية تمام بيكون جاهز معايا جميع انواع التوابل كده في دخول الشهر الكريم علشان كمان بنوفر في الميزانية ويا ريت ما تجيبيش بكميات كبيرة زي ما قلنا علشان التوابل بتاعتك تكون فرش وحلوة تمام ما تغيرش نكهتها لان زي ما قلنا دي كلها حاجات عطرية علشان النكهة بتاعتها ما تتغيرش وما تكون وتكون حلوة معايا وجاهزة على طول فرش كده وجميلة تديك إضافات حلوة في طعم الأكل بتاعك تمام كل التوابل دي مهمة جدا لأي طبخة شوفكم الفيديو الجاي على خير باي باي